يا صباح الخير والأمل والتفاؤل على كل متابعينا ومشاهدينا من كل مكان أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من مطبخ البلد النهاردة أعمل وصفة لطيفة جداً وحلوة جداً أنا بحبها شخصياً وقلت طواماً أنا بحبها لازم أشاركها مع حبيبي برد فالنهاردة أوليكم في التعامل إزاي نهاردة هنعمل فرخة حارة فرخة طعمها حار ومدخن في نفس الوقت النفس اللي أنا هعملوه النهاردة إن شاء الله ينفع تعملوه من غير ما يبقى حامي عشان لو أنتم مشاهدي تأكلوا أكل حامي أو حار في مثلاً أطفال أو في حد عنده حسياً أن الأكل حار هقولوكو إزاي تعملوا نفس الوصفة دي بس ما تكونش حامي الوصفة دي طعمها حلو جداً ونكهاتها حلوة جداً وممتعة جداً تاوياتي اللي بتيدي في الوصفة كده واحدة واحدة هقولوكو المقدير ونشوف إزاي هنعمل الوصفات النهاردة بعد ما خلص حيطة الطبخ دي أخدكم في جولة مع دكتور مصطفى حامد من شركة AMD وكلوسيز وهنتكلم عن المناعة الطبيعية وإزاي نعزز المناعة الطبيعية وبكده فيه كمان فقرة بعديها بس مش أقولوكو عليها دلوقتي أخليها لكو مفاجئة تعالوا يلا نبتدي على طول في الفرخة اللي إحنا نعملها دي أنا عايز فرخة حاج معها متوارسة الفرخة دي هتتحشي وهتتشوي في الفرن زي ما حالكم شايفين هكذا الفرخة دي هتتحشي وهتتشوي في الفرن طب أنا هتحشيها إزاي وهتعمل إيه هاخد الفلفل الحار إحنا ما قلناش المقادير تعالوا نقولوا مقادير وإحنا شغالين كده المقادير فرخة كاملة وعايز قرون فلفل حامية سواء حمرة أو خضرة وعايز واحدة فلفل آيارومي حمرة وبقولوكو ليه حمرة ملح وفلفل اسود زعتر مجافف توم مفروم وعايز رشة سكر صغيرة زيت زاتون وبابريكا وملح إحنا قلنا خاصة ملح وفلفل معلقة صالصة طماطم اللي هي البيوري أو معجون صالصة طماطم بصوا بقى أنا هعمل إيه هاجي هنا كده بالسكينة وروح جاي مقطع تقدروا كمان تصوروا الوصفات دي لو إنتوا بانتصوروه بالموبايل علشان إنتوا ما عندوش وقت تكتبوها أو تنقلوها أو كده خدت الفلفل الحار وديتوا كده إيه تقطيعه بقى عندي حلقات من الفلفل الحار وبعدين أروح جاي بالفلفل الأحمر برضه وروح عامل إيه أروح شايل كده الجزء العلوي من الفلفل بالراس بتاعته شلت كواس كده الراس تمان أريد الفلفل نفسه لأحمل الفلفل نفسه أقصد نشيل ديه هنا وبعدين هجيين كده قطعين الفلفلاء دي على أربع قطع عشان نعرف نقطعها وبعدين هروح جاي هنا هروح جاي هنا عايز أخد شرايح برضه من ده وهنشوف ده ليه أصلا بعمل كده للفرخة دي أنا عايز الفرخة محشية طعمها حار وفي نفس الوقت ليه ريحة حلوة كده عشان كده باستخدم الفلفل الأحمر ده الفلفل الأحمر ده مسكر سنة ولما بيتشوي في الفرن أو بيتحمر في الزيت بيديدي طعم حلو جدا مختلف عن الفلفل الأخضر أنا في كتير من الوصفات أو في العموم يعني ما بستخدمش عمري الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر علشان ألوانهم أنا عارف اللي فيها استخدمهم علشان ألوانهم أنا بستخدمهم كمان علشان قيمتهم وعلشان فرق الطعم اللي بيدوهم تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه؟ هيجي هنا كده هاخد معلقة من الزيت في الطاصة اللي أنا مسخانها كويس قوي واروح جاي هنا واخد الفلفل الأحمر مع الفلفل الحار وننزلهم هنا في الطاصة دي الريحة بتاعت تشويحهم حلوة جدا مع إنه مجرد فلفل بيتحمر لكن الفلفل الأحمر مع الفلفل الحار هو مك أنا بطكم منكم تجربوه هتلاقوا ريحة حلوة وطعم حلو هدي كده رشة من الفلف الملح ورشة من الفلفل الأسود ونستمر كده ايه؟ في التقليب على ما دولوا يتحمروا سنة صغيرة هروح جايب هنا كده ايه؟ مقادير الحشوة أنا عايز أعمل ايه؟ أنا الفارخة دي عايز أحشيها بالبابريكا هينجيب نجيبها هنا والزعتر والتوم وناخد كمان رشة وناخد معجود سلس الطماطم ورشة السكر يلا بينا هروح جاي هنا كده جايب الخليط اللي أنا عملته يلا يا أصر هنزل كده بالخليط هنا زي ما هو كده بكل مكوناتو يلا بينا وبعدين هروح جايب الفابريكا نازل بيها والزعتر والتوم كمان هنزل بيه هنا حلو واخد كمان معجود سلسة الطماطم أنا كده خلصت محتاج أعمل ايه؟ محتاج أنه أنا أقفل ده وانزل بشعرة زيت ايه موضوع شعرة الزيت ده؟ تعالوا يا قريب هفتح كده البرسيسور وانزل بشعرة زيت كده أنا خلصت تعالوا نشوف الخليط ده شكله عامل ازاي يلا بينا هجي هنا كده وانروح نازلين بالخليط ده معلش هنجيبها كمان شوي وارروح نازل بالخليط ده كده هنا كل اللي أنا هعمله دلوقتي هو انه أنا هستخدم الخليط اللي أنا نزلته ده قدام حضراتكم بانه هو ده يكون حشوة الفرخة الخليط ده هيدي طعم خطير جدا تعالوا نبصوا عليه بصة سريعة قبل ما نطلع فاصر على طول هجيب كده الفرخة هنا وارروح جايب الخليط ده وارروح حاشي الخليط جوه الفرخة وممكن كمان اخب من الخليط ده هدهن الفرخة كده من بره ومن جوه يهمني ايه كمان في الفرخة دي يهمني انه أنا أكتفها يعني هياخد الكتف ده هنا تحت كده والكتف ده هنا ايه تحت كده اهو ومن تحت هروح مدخل الكتف ده يلا انا هعمل ايه بعد كده بقى هشوي الفرخة دي على دراجة حرارة 170 لمدة 40 دقيقة انا كده خلاص خلصت الفرخة السريعة الطعمة في 5 او 6 دقايق هنتلع فاصل بعد الفاصل هنشوف الفرخة اللي احنا هنطلعها من فرن لشكلها هعمل ازاي واستنى دكتور مصطفى عشان هيفدنا بمعلومات كتيرة جدا يلا استنى